السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي طالبات الصف التاسع مدرسة المجتمع الخاصة للبنات برحب بكم معايا مرة تانية في دروسنا لمادة العلوم لنستكمل معا دروسنا في مادة العلوم ومعكم معلمة المادة ولاء محمد في البداية عزيزتي الطالبة لنتعرف معا على القيمة الشهرية والقيمة الاسبوعية قيمتنا الشهرية عن المشارقة اعلمي عزيزتي الطالبة عندما نعمل جميعا معا فإننا ننجز الكثير وقيمتنا الاسبوعية عن الامانة فقال رسولنا الكريم ادي الامانة الى من اتمنك ولا تخن من خانك وإن من آيات المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان لنتعرف على تكون الصور في المراية المقعرة وهي عنوان درسنا لليوم سوف نتعرف معا على القواعد الخاصة بتكون الصور في المراية المقعرة حتى نستطيع رسم الصور وأيضا سوف نتعرف على خصائص الصور المتكونة في عدة حالات فهيا ابدأي معي لنسأل أنفسنا ونذكر أنفسنا ببؤرة المرآة المقعرة هل هي حقيقية أم تقديرية نعم بالفعل إنها حقيقية حيث يمكننا استقبالها على حائل كورقة كرتون كما أنها أيضا ناتجة من طلاق الآشعة وليست من طلاق امتدادات الآشعة المنعكسة أحسنتي عزيزة الطالبة أكمني معي ولنبدأ درسنا لليوم إن هناك عدة صور أو هناك عدة قواعد حتى نتمكن من تكون الصور في المراية المقعرة والصورة الأولى هي أمامنا وتمثل القاعدة الأولى عند قيامنا عزيزة الطالبة بإسقاط هذا الشعاع هذا الشعاع أمامك موازيا للمحور الأصلي أو الرئيسي للمرآة سوف يسقط الشعاع على المرآة وينعكس مارا بالبؤرائف كما تلاحظين مرة أخرى عزيزة الطالبة عند إسقاط شعاع موازي للمرآة كما لاحظنا سوف يسقط الشعاع على المرآة القاعدة للمحور الأصلي مرة أخرى قمنا بإسقاط شعاع على مرآة ومرة موازي للمرآة موازي للمرآة موازي للمرآة موازي للمرآة موازي للمرآة عزيزة الطالبة القاعدة الثانية تقول أنه عند إسقاط شعاع يمر بالمركز التقور سوف يسقط هذا الشعاع في هذا الاتجاه وينعكس مطابقا على نفسه في هذا الاتجاه كما تلاحظين في الصورة عزيزة الطالبة إذن عند قيامنا برسم هندسي يمثل الصور المتكونة في المرآة المقعرة فإننا معا سوف نقوم برسم الجسم الذي نريد معرفة الصورة الخاصة به على شكل سهم رأس السهم لأعلى وقاعدته منطبقة على المحور الرأسي للمرآة ثم نقوم بإسقاط بعض الآشعة نحدد اتجاه سقوط الآشعة ثم نحدد اتجاه سقوط الآشعة المنعكسة حيث تطلاق الآشعة المنعكسة عند البؤرة ونبدأ في وصف الصورة المتكونة هل هي مقبرة إذا كانت مساوية لطول الجسم أو أكبر من الجسم أو أصغر من الجسم مساوية لطول الجسم سننقول مساوية لطول الجسم إذا كانت أكبر من طول الجسم فإنها صورة مقبرة أما إذا كانت أصغر من طول الجسم فإنها تكون صورة مصغرة وقد تكون معتدلة أي السهم الأعلى والقاعدة لأسفل وقد تكون مقلوبة إن وقعت الصورة فوق المحور سنسميها صورة معتدلة أما إذا وقعت أسفل المحور الرئيسي للمرأة فإنها سوف تكون صورة مقلوبة مرة أخرى نحدد الجسم نسقط منه آشعة في اتجاه المرأة نعكس الآشعة لتتجمع بالبؤرة ونلاحظ هل الصورة مساوية للجسم أم أقل أم أكبر كمان نلاحظ إذا كانت الصورة معتدلة فإنها سوف تكون فوق المحور الرئيسي وإن كانت مقلوبة فإنها سوف تكون تحت المحور الرئيسي هيا بنا لنطبق ذلك انزلي جيدا إلى تلك الصورة إنها تمثل صورة لجسم يقع بعيدا عن المرأة وليكن مثلا الشمس سوف نقوم بإسقاط الآشعة لاحظي معي هذا الجسم رأسه لأعلى القاعدة عن المحور الرئيسي سوف نقوم ولكن هذا الجسم كبير فإن قاعدته سوف تكون أكبر من المحور الرئيسي سنقوم بإسقاط شعاع من هنا من الرأس وإسقاط شعاع آخر من القاعدة كل من الشعاعين موازيان للمحور الأصلي تسقط الآشعة على المرأة هكذا هل تنعكس أم تظل؟ نعم سوف تنعكس سوف ينعكس كل شعاع مارا بالبؤرة هذا الشعاع الأول وهذا الشعاع الثاني إنعكس ومارا بالبؤرة تجمع عند البؤرة إذن الصورة هنا في نقطة تجمع الآشعة المنعكسة مرة أخرى أسقطنا شعاع موازيان للمحور الأصلي أسقطنا شعاع آخر إنعكس كل من الشعاعين تجمع في نقطة عند البؤرة فكانت تلك هي الصورة المتكونة نلاحظ عزيزتي الطالبة أن الصورة المتكونة في هذه الحالة سوف تكون صورة حقيقية لأنها تجمعت عند البؤرة ويمكن استقبالها على حائل وأيضا هي ناتجة من تجمع الآشعة وليس من تجمع امتدادات الآشعة كما نلاحظ أنها صورة صغيرة جدا عزيزتي الطالبة تكاد لا ترى عبارة عن نقطة واحدة وعند دراستها تبين أنها مقلوبة أي أسفل المحور الرئيسي والآن عزيزتي الطالبة أكملي معي لنقوم معا أنا وأنت برسم الصورة كما تعلمناها هذه هي المرآة السطح الداخلي يمثل السطح العاكس وهذا هو المحور الرئيسي للمرآة وهذه هي البقرة ومركز التقور هذا هو الجسم جسم كبير سوف نقوم بإسقاط شعاع نطيل هذا قليلا سوف نقوم بإسقاط شعاع موازي إذن تلك هي الصورة حقيقية مصغرة جدا عزيزتي الطالبة كومي بتدريب نفسك على رسم الصورة مرة أخرى إن الصورة المتكونة في المرآة المقعرة لجسم بعيد عن المرآة جدا سوف تكون صورة حقيقية مقلوبة مصغرة جدا أحسنتي عزيزتي الطالبة إلى هنا نقوم قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم أتمنى منك التدريب الجيد على رسم الصور بوساطة المرآة المقعرة راجع الدرس جيدا ضق قطيف النقاط والقواعد لنتمكن معا من رسم الصور المتكونة في المرآة